اهلا بكم في فيديو جديد ومعاكم نوها في ريفيو جديد النهاردة والنهاردة مش هنتكلم على منتجات من ايفون خالص لا انا النهاردة هتكلم على منتجات من ارفلام ومنتجات من بره ارفلام فيما يخص الشعر وطوله ولمعينه وقوته فهنتكلم النهاردة عن ثلاث منتجات انا استخدمتهم بالفعل واثروا في شعري وشعر بنتي بشكل جزري وملحوظ فطبعا كان لازم انقل خبرتي ليكم والمعلومات اللي عندي عشان تستفيدوا فهنبتدي الريفيو بتاعنا ولكن قبل ان نبتدي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ومعانا النهاردة منتج اسمه فيزلين وهو تونيك او زيت للشعر ومنعش لفروة الرأس ومعانا من ارفلام من اللاين بتاع لاف ناتشر الزيت بتاع الكوكونات يعني غني عن التعريف ده من علامات ارفلام ومعانا كمان الزيت بتاع الافوكاتو برضو من اللاين بتاع لاف ناتشر من ارفلام بس دوت للجسم وللشعر معانا هنتكلم الاول على الزيت دوت وجماله ومدى تأثيره ايه وبعد كده هنتكلم عن كل واحد فيهم على حدة ونبتدي الريفيو بتاعنا النهاردة بالزيت بتاع الفيزلين دوت انا مش عارفة هو متاح في مصر ولا لا انا بجيبه من برا مصر من الامارات او من السعودية هو متاح فيهم الزيت دوت ممتاز في ترتيب الشعر وخفيف مش بيسيب مظهر دهني بيساعد جدا في فكة شبك الشعر انا بصراحة يعني بدي مثلا خامس او ساد السعيل بقى انا بستخدمهش انا بشكل شخصي انا بنوتي هي اللي بتستخدمه هو مكتوب عليه يستعمل يوميا ليعيد زيوت الطبيعية للشعر وفروة الرأس وانه يصفي على الشعر لمعة فيزلين الجذابة ويجعله سهل التمشيط وديه حقيقة هو حجمه متين ملي ودي اهو زي ما بقول لكم دي مش يعني مش دي بص انا بستخدمة فيها لغاية فين دي مش اول علبة اخلصها دي كمان اهي عندي القديمة بتاعتها وخلصانة اه لسه يعني كنت لقيتها بالصدفة كده فقولت اوريكم قد ايه يعني احنا مدمنين الزيت دوه هو مناسب جدا للاطفال عن الكبار فاللي حبيب يستخدمه لأولاده سواء صبيان او بنات انا شايفة انه هو خفيف بصه حتى قوامه مش زي زيوت الطقيلة بصه بيراه ويجي ازاي اه لطيف وخفيف وريحته حلوة مجبولة اه يعني مش ريحته لاطفال تنفر منها اه ممتاز وحجمه كبير وسعره يعني اه بس انا معرفش سعره في مصر بكام بس السعر اللي بيجيلي بهم من بره ممتاز فاللي عارف ما كان بيتباع فيه هنا في مصر يسيبه لنا تحت في التعليقات او اللي لقاه في اي منفذ بيع سواء كارفور او اي اه او اي هايبر او حاجة برضو يقول لنا وتحت ويفيدنا في التعليقات اه انصح بيه وبشدة خصوصا للبنات الصغيرين نخش على المنتج اللي بعده اللي انا غالبا مكلين انا قلتها اه هل سأعمل لكم عنه ريفيو قبل ما يخلص يعني انه انتو بصوا شايفين فاضل فيه حبة قد اين زيت الافوكاتو ومميزاتو التي لا عدة ولا حصرة لها يعني اولا هو مكتوب عليه بودي اند هير اويل يعني ممكن نستخدمه للجسم وممكن نستخدمه للشعر بالنسبة للشعر هو خفيف جدا وقوامه خفيف على الشعر كدهان وفعلا بيغزي الشعر وبيقويه هو بس المشكلة في ريحته الناس اللي مش بتحب الافوكاتو مش هتستصيغ ريحته يعني انا جيت ادهن منه البنتي بنتي محبتش ريحته نهائي بالاضافة ان انا لما بدهن منه على شعري هي بتبقى متأزية مع ان انا شايفة ان هو ريحته مش وحشة فهو بيستخدم كدهان بالنسبة للشعر كدهان بيرطب ويغزي الشعر وكمان بيديله نضارة وحيوية انا بحس ان شعري بيبقى فيه لمعة قوية جدا لما بدهنوا عليه اما فيما يخص الجسم فحنا ممكن نستخدمه بعد الشاور مباشرة نرطب بيه الجسم وليه بعد الشاور نرطب الجسم لان المسام بتبقى لسا فتحة فتقدر الترتيب يخش لها بشكل قوي وتقدر تحتفظ بالترتيب ده لاطول فترة ممكنة بالاضافة ان انا لقيت له استخدام مهم جدا ان هو بيساهم في علاج الهالات السودا بس ده للي يواظب عليه وشهور يعني مش نحطه وتاني يوم الصبح نقول ايه ده؟ الهالات مرحتش لا لازم نحطه ونواظب عليه وبيدخلط مع زيود تانية عشان يدي فعليها اكتر لعلاج الهالات السودا احنا قلنا فوائده للبشرة بيغزيها ويرطبها وبيخليها نظرة وكمان بيساعد ان الجلد الميت يقع من عليها اما فيما يخص الشعر فهو بيطول الشعر ويرطب الشعر وبيعالج جفافه وبيعالج كمان الشعر المجعد وبيضي لمعان وبريق ونعومة للشعر انا عن نفسي استخدمته الشعري اكتر من الجسم يعني يعني فيه حاجات كتير للجسم بتبقى يعني عطرية او فيها ريحة عطرية احلى من ريحة الافوكاتو فهو انا بالنسبيلي كان للشعر ممتاز تعالوا نقرأ مكتوب عليه ايه وراه زيت شعر وجسم يدلك على الجسم ويوضع على شعر مبلل او جاف ولا يشطف يعني احنا ممكن نستخدمه على شعر مبلول او جاف انا عادة استخدمته على الاثنين وهو فعلا بيرطب يعني لو شعري مش مبلول وفيها يشنه كده حطها بل صغيرين الاقي شعري نام وهدي وبقى محترم وبننس كده وطبعا بعد ما بخرج من الشعر انا بستخدمه ده سبب ان هو كده وصل لهذه المرحلة فاحنا كده اكتلمنا عن فوائده واستخداماته وهو 100 ملي ولكن اعتقد ان هو سعره عالي حبتين بس هو يستاهل سعره اكتر الناس اللي ما بتحبش ريحة الافوكاتو بلاش تجيبه الناس اللي بتحب ريحة الافوكاتو هاتو ومش هتندمه مفيد جدا وجميل جدا للشعر والجسم نخش على تلت منتج معينا وده بقى المنتج السحري انا دوت بصراحة انا بستخدمه لبنوتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك شعرها كان عند نهاية رقبتها بقى دلوقتي الاخر ضهرها بس ده لي بقى طريقة معينة في الاستخدام احنا قلنا ان هو اسمه لوف ناتشر من أورفلام وهو زيت خام يعني زيت جز هند خام حجمه 100 ملي بينزل عليه عروض طحفة 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 يعني هتوب في العروض وهتوب كميات يعني انا عندي غير الازازة دي ازاستين كمان الشتاء بيمسك نفسه بيبقى ماسك يعني ما بتسمعيش الرجة دي احنا في الصيف بس هو سيح عشان الحر لكن في الشتاء بيبقى ماسك نفسه بيبقى قوامه متماسك لو فضتيه في علبة كريم قديمة هتلاقيه حاجة كده شبه الكريم العادي او شبه زبدة الجسم استخداماته ايه بقى؟ هاتي ورق او قلم مكتبين معايا بقى يا او مرايا كده اول حاجة بالنسبة لبشرة الجسم فهو بيرطب بشرة الجسم ترطيبة عالي جدا كمان ممكن نحط حبة سكر خشن معاه نعمل به احلى سكروب في الدنيا وهيبقى سكروب وترطيب في قانن واحد فيما يخص الميكوب هو موزيل قوي جدا للميكوب ويعتبر موزيل طبيعي فيما يخص الشعر ما يستخدمش غير حمام زيت يعني نحطه على شعرنا كده قبل الشعر بتاعنا بتلات اربع ساعات لو مثلا حننام وناخد شعر الصبح ممكن ندين شعرنا قبل ما ننام ونسيبه ونصح ناخد الشعر الصبح بس ما ننسبهش كتير على الشعر هو ريحته جميلة ونفازة وكل حاجة ريحته جميلة جدا 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 انا بعشق الجزل هند فانا بالنسب لي ريحته حاجة رعاية الجمال ولكن بيلعبك الشعر في بعضه فعشان كده هو غير صالح للدهان يعني ما ينفعش ندهنه ونسيبه على شعرنا هو صالح بس ان احنا نعمل به حمام زيت على الشعر وبعد كده نخسله لما نخش الشعر بتاعنا نخسله بالشامبو كويس جدا يعني وجوده على الشعر الفترة اللي هو قعدها دي هو خلاص كده قام بدوره ايه بقى الحاجات اللي بيقوم بيها على الشعر اول اول حاجة هو بيعالج تسقط الشعر يعني الناس اللي شعروهم بيقع هو بيساعد ان انتي ما يحصل لكيش تسقط كتير للشعر تاني حاجة بيصلح الشعر البايز او التالف او المقصف هو بيساعد كتير جدا في تحسين مظهر الشعر بيمنع القشرة بيقوي الشعر بيفرد الشعر وبيزود من طوله ليه دور كبير جدا في نوعه الشعر وزيادة طوله وان الشعر المجاعد المموج بيفرده والكلام ده انا شفته بعيني على الشعر بنتي بالاضافة ان هو بيقوي الشعرايا يعني مش بيخلي الشعرايا كده لما تيجي تمسيكيها بتعملي كده تروح مقطوع لا هو بيقوي بيخلي الشعرايا سميكة وقوية بترجع الوضاعات طبيعية احنا كل حد فينا ليه طبيعة شعر معينة ولكن الشعر ده لما بيتعرض لمؤثرات معينة الطبيعة دي بتتأثر احنا بقى ما بنستخدم الحاجات الطبيعية اللي زي زيت جوز الهند او زيت الافكاتو او الحاجات دي كل الحاجات دي بتساعد ان الشعر يرجع الوضعه الطبيعي او هيئته الاساسية او اللي كان موجود عليها وهو في افضل حاليته بالنسبة بقى لاستخداماته للبشرة فاحنا قلنا ان هو اول حاجة هو مرتب عالي جدا للبشرة يعني احنا الناس اللي بتحب جوز الهند ممكن ترتب بشرتها بيه بعد الشاور مزيل قوي جدا للمكياج بيحافظ على شباب البشرة ونظرتها وحيويتها قلنا بيستخدم كسكراب مع حبة سكر صغيرين بالاضافة ان هو لي استخدام مهم جدا ان انت بعد الواكس اللي هو استخدام الشمع او السويت بيبقى جسمنا ملزق فده افضل شي ان هو يرتب ويشيل التلزيق في نفس الوقت فهو يعني اه قد الكاف ويغلب مية والف يعني الازازة دي صغيرة ولكن استخدمتها كتير ومفيدة لعدة ولا حسرة ليها للشعر وللجسم حتى في المكياج يعني هو ما سابش حاجة بصراحة ما غطهاش يستهل سعره وزيادة كمان على سعره حجمه 100 ملي ولكن الازازة بتعود كتير جدا لان استخدامها كحمام كريم للشعر او ان انت تضيلي المكياج انت ما تستخدميش منها كميات كبيرة انصح بي وبشدة ومش هبطل اجيبه ولا قدر استغنى عنه ولا انا ولا بنوتي وفي نهاية الريفيو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريبيوهات احلى على خير باي باي